دكتورة ممكن سؤال في اللكتور اللي فاتت نعم ممكن سؤال في اللكتور آه آه ماشي ممكن قدامنا اهي احنا هنكمل السؤال في ايه اللي هو الاجسرسايز وان اللي كان فيه جدول وستارت و سي و ايه و كده ماشي نعيده هول تاني انا بس يعني انا فهمها بس مش ببقى عارفة احدد هم يعني الجدول اللي على الجنب بتاعتي ده بيقول ان هم سبعة بس حضرك قلتنا ان هم خمسة بس تقريبا فمش عارفة نشوف اهو كي هنا اهو اه ادي واحد اللي هو ده ماشي كده و ادي اتنين ده و ادي تلاتة المصار ده و ادي أربعة المصار دوت وفيه مصار لأ وفيه مصار تاني أهو هم فعلا سبعة وفيه مصار نعم مصار بي اي ده يعتبر مصار حيتي ولا لا صح صح يعتبر مصار صح صح كده هم فعلا صح هنا جاي زي أنا قلتها كده بس هي كده صح يبقى هم سبعة هم سبعة زي ما هم كدبين كده تمام تمام يعني أنا عندي بصي المصار ده كده فيه طالع منه اتنين يبقى ده مصارين تمام هنا دول مصارين وكل واحد من دول له برضو صح يبقى دول أربعة أربعة واتنين ستة وده يبقى سبعة صح كده صح لم بتاع ماشي جاي زي أنا قلتها بسرعة المحاضرة اللي فاتت تمام عندك حق شكرا اي سؤال اي سؤال تاني يعني بص اي مصار اي باث فروم ستارت تو انت ده بعتبره مصار زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت احنا هنشتغل على activity on node فقط بس في حاجة اسمها activity on arc وانا قلت للمعادين ايشتغلوا بس على او يعني احنا هنشتغل على activity on node يعني بمثل بمثل activity بنود يقام ببوكس يقام بسيركل سيان سواء دي او دي مش هتفرق عندي هنا احنا قلنا هتكلم على project crashing قبل ما نخش في موضوع project crashing احنا عارفين ان هنا ايه احنا قلنا في حاجة اسمها critical path critical path ده زي ما اتفقنا هو longest and shortest path يعني هو هو longest هو في نفس الوقت في نفس الوقت shortest ما اقدرش اخد مصار اقل منه لان لو اخدت مصار اقل منه حيبقى فيه لسه activities لم تكتمل لسه في operations فعشان كده بناخد اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو longest path في ال network diagram اللي انا عايز اقوله بقى نهارده وهنتكلم عنه وهو نهارده هنتكلم عن نهارده بس وان شاء الله النهارده دي اخر محاضرة انا بعمل نهارده يعني ايه يعني يعني بعمل change في time بتاع activity بعمل change يعني بعمل يعني بعمل shorten للايه بقى time of certain activities activity دي خلاص بعد اسبوع بعد سبعة ايام ممكن اخلصها بعد ست ايام ممكن اخلصها بعد خمس ايام بس دي هتفرض علي هتفرض علي additional cost additional cost يعني ممكن بدل ما يعني اخلي الناس تشتغل يوم زيادة بسبيل ان انا اعمل finish لهذه activity earlier early one day او two days او one week او two weeks حسب البروجيكت فده بتسميها crashing بنسميها crashing او one day مكتوب هنا كل حاجة مكتوبة هنا بس انا بقولها لكم يعني بالشرح يبقى اذا الهدف من crashing ان احنا نعمل ايه نعمل ان احنا نعمل shorten للايه بقى time of certain activities طبعا مش كل activities هقدر عمل لها هقدر هقدر ان انا اقل time بتاعها لكن بقلل time بتاع some activities طب هل ده بي effect على completion time of the project ممكن ممكن يكون ليه effect على completion time of project يعني ازاي يكون له effect يعني ممكن انا بدل مخلص المشروع بعد ست شهور اخلصه بعد شهور مثلا انا اسف اخلصه بعد خمس شهور اعمل shorten one month للمشروع او one week او two weeks لو في اعتبارات انا حطيتها في اعتباري او في اسباب معينة تخليني اعمل ايه اعمل reduction لتايم يبقى crashing ده هو كده في كلمتين وبس هو ايه reduction of the project time بنعمل ايه reduction لتايم جايز ظروف تخليني اعمل reduction وهكذا بس انا بقى بس انا limited بايه او انا يعني مقيد بحاجة معينة مقيد بالadditional cost لان انا لو انا هبضر المشروع ايا كانت one week two weeks one day او اي حاجة لازم لازم ايه لازم هتحمل زي ما قلت extra cost طبعا ال cost دي بنعمل لها ايه بتتجمع زائد overall cost بتاعة ال project وبالتالي دي بتمثل additional cost لازم نكون عاملين حسابنا عليها انا انا عندي هنا حاجتين الاكتيفتي انا اقدر بعمل لها crashing في مقابل كده انا بعمل ايه بصرف زيادة يبقى انا عندي حاجتين فيه crash amount and crash cost يعني انا عندي هنا عشان انا اعمل او اغير duration او اقل duration time لابد ان انا احط في اعتباري اني لازم هتحمل تكلفة زيادة فيه عندي هنا definitions عشان نبقى نشين بيها definitions اهيا اللي هي اللي هي normal time والnormal cost والcrash time والcrash cost انا عندي normal time اللي هو given المفروض ان المانجر والناس اللي هم شغالين بيقولوا ان ده normal time ان انا بعمل عملية completion of activities او completion of the project النormal cost اللي هي بتبقى متحددة البدشت بتاع الكوست بتاعتي ده بيكون متحدد بناء على normal time يبقى فيه normal time وفي normal cost وفي crash time crash time ده هو reduction اللي بيحصل في duration time of each activity او of some activities لاني مش هعمل reduction لكل activities في بعض activities اقدر عمل لها reduction total cost بتاعت activity after reduction او هيدا زي ما هو كاتب في shortest possible time يبقى انا عندي هنا اقدر اقول ان انا عندي اربع حاجات لازم اخلي بالي منها وانا بشتغل على crashing ودي اكيد دي بتقابلهم في مشاريع كتير جدا ازاي انا اعمل عملية crashing بالشكل اللي هو قدام حضرتكم انا ايميني اول حاجة اول حاجة اللي ايه ال network ده يعني انا لما اجيب لك كده project time اجيب لك table ل project بالمنظر ده اللي احنا شفناه قبل كده activity predecessors الimmediate predecessors زي ما نتشايفين كده النورمال قدي قدي القوست القوست وهكذا لكل activity من هذي activities يبقى انا اللي هو المشروع بتاعي يبقى فيه ال data دي ادي normal cost و ادي crash cost انا هنا normal cost 4040 الف و ادي crash لما بعد crash بيحصل بتكلف 40750 يبقى انا دفعك 750 زيادة cost after crashing and so on هتلاحظوا ان الكولومن ده اعلى من الكولومن ده لان انا اقدر اعمل crashing هو الراجل هنا او يعني كأجزامبل بيقول ان كل activities اقدر اعمل لها crashing بس هتكلف هذه التكلفة هتكلف هذه التكلفة طيب باول حاجة انا بعمل network diagram النورمال time minus crash time يديني time after crashing crash cost يبقى النورمال cost minus او crash cost minus النورمال cost على normal time minus crash time بنحدد critical bar يبقى انا عندي كده خطوات بعملها يعني وانس ان انا جيت هنا برسم اول حاجة بعملها الايه اول حاجة بعملها ال network diagram زي ما حضراتكم شايفين في ال example ده ادي network diagram بناء على table يعني table بيقول لي بيقول لي ال predecessors مفيش يبقى انا هنا ال a اه ال a مفيش قبلها activity دي start 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 of اللي هي دي بتبتدي وبشرة مع بداية ال project انا عندي هنا تلاتة تلاتة ال a b c ادي a و b و c التلاتة دول مفيش هنا مفيش هنا predecessor تمام طيب يبقى انا ادي التلاتة هرسمهم و ادي start ده اللي هو activity on node طبعا انا مش هقولك ارسم activity on node ولا انت عارف احنا خدنا بس activity on node اه يعني انت لو عايز ترسيب اول حاجة لازم ارسم ال network diagram بتاعي بعد كده احدد critical path انا عندي اين هو عشان ما نغلطش زي المرة اللي فاتت انا عندي add path و add path اهو و add path عندي three paths عندي three paths في هذا project عندي three paths one two three بعد كده بعد ما انا اقدر اعمل الكلام دوت اه بابتدى اعمل ايه بابتدى اشوف اشوف انا هعمل crashing لانهي او لأي activity لو انا هعمل crashing للأكتيبيتي دي لازم ابقى عارف لو هعمل crashing للأكتيبيتي دي لازم ابقى عارف and so on هنا critical activities هم ال b وال d بس لان دي على critical path بتاعي دي على critical path طيب اه انا لما اجي اشوف ادي ال كال example ده يعني انا لما اجي اشوف هنا هبص الاقي عندي زي ما قلتلكم تلاتة paths واحد منهم critical طيب لو حضرتك هنا ده اتنين ده اتنين يبقى ابتدي اشوف ايه المسار اللي انا همشي فيه وهوصل للي انا عايز انا عندي هنا three weeks وده يخلص بعد six weeks يبقى ده كده عبارة nine weeks اللي 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 تحت seven weeks يبقى critical path بتاعي هو nine weeks خلاص هو ده nine weeks بتاعي اللي هو critical path هو وتسع اسابيع السبعة والثمانية طبعا ما قدرش اختارهم لان لو اخترتهم يبقى انا في لسه activities لم يتم الانتهاء منها يبقى المشروع عندي هنا انا عندي هنا ال b ال a وال d وال b كل واحد منه كل activity من دول في crash time موجود عني احنا هنا عايزين نعمل crashing لو انا عندي ال b وال d لو انا قللت ال b وال d time by one week تعالوا نشوف هنا ال b وال d ال one week هنا بيكلف اهو بيكلف مبلغ وقدر ال d زي ما احنا شايفين برضو هنا اقدر ان انا اعمل ادي ال crash time بتاعي crash time وهنا فيه عندي ال 48 دوت اللي هو ده وهنا 50 500 طيب يبقى انا عندي هنا ال b وال d لو انا جيت ال b وال d دول خدت من هنا week وهنا قللت week يبقى انا هنا قللت ال project time ل7 weeks انا محتاج amount 3000 plus 1250 يعني 4250 مثلا جنيه جنيه او اي حاجة فاهمت انت لو عملت العملية دهيا اصبحت اصبحت critical path 7 weeks اصبح 7 weeks بالحالة دي بقى عندي 3 critical paths ادي واحد بقى كله 7 بقى كله 7 weeks يجي واحد يقول لي طب انت ليه اخترت ال b وال d انا عند ال a كنت اقدر ان انا ان انا اعمل اعمل لها crashing وعند c وعند ال e صح بس انا لو عملت crashing لل c وعملت crashing لل e already time هنا 7 weeks فلو عملت crashing مثلا c هخلي 6 weeks هل انا استفدت حاجة ده السؤال ده يرجع بقى للمشروع او نوعية المشروع ايه برضو هنتظر هنتظر لبخلص ده في 9 weeks فهو هنا عشان يقلل completion time on the project فمسك the longest path اللي هو critical path وقال هنقدر اقلل هنا في d وال b ممكن واحد ييجي تاني يعني ايه يا يقلل time بتاع d بس ممكن يعني يعمل crashing d ويسيب b زي may وبالتالي يبقى المشروع نقص او time او completion time reduced by by one week اصبح 8 اصبح 8 weeks بس وبالتالي يبقى عندي only one critical path يبقى يبقى انا عندي هنا الكراشنج ده بيتحكم في ايه بيتحكم فيه او بيغير critical path اللي موجودة system انا هنا ادرت ان انا بالطريقة اللي هو استعملها هنا في ال example ده ادرت ان انا اعمل ايه ادرت ان انا اعمل 3 critical path يعني كلها يخلص مع بعضه يعني ال activities دي هتبقى كلها will be executed or will be finished after the same time after the same time كن بقى ان انا اقلل time بتاع one path بس مش critical path دي ترجع للايه ترجع للبروجيكت نفسه ترجع للبروجيكت والناس القائلين على هذا الواجه وترجع للcost للcost او el crashing cost el crashing cost يعني el crashing cost لازم انا ايه لازم اخلي بالي منها كويس جدا اللي هي الكراشنج cost ده هي يعني هو هنا مثلا هيتكلف اربعة تلاف ميتين وخمسين باوند ممكن يعمل كراشنج تاني يكلفه مثلا عشر تلاف هو لازم يفضل لان موضوع الcost ده بالنسبة للبروجيكت مهم جدا يعتبر مهم جدا لان ده لازم يتعمله نظام ويعني لازم يتعمله حسابات تمام الموضوع بتاعة الcost واللي بيحصل في البروجيكت يبقى انا يبقى انا بعتمد على حاجتين الاكسترا amount of cost required وبيعتمد على ال time of the project هل انا محتاج اخلص هذه الاختبات earlier ولا لا ليه حاجة طب حد عنده اي استفسار في الاجزامبل ده حد عنده اي استفسار طيب عندي هنا ده اجزامبل تاني اهو انا برضه قلت اجيبه احله احلهلكم وده يشامل يعني اكتر هنا activity predecessor normal time crash time normal cost crash cost لاحظ هنا قوي هنا 6 ايام 6 weeks وهنا 7 weeks يعني الراجل ده هيتكلف كام 3000 هنا برضه المشروع ده هيكلف 1000 هنا هينزل مثلا يوم او كده هيبقى هيكلفه هنا 500 هنا هيكلفه كذا وهنا هيكلفه كذا يبقى اذا هو يقدر ايه يقدر يحسب هنا crash ادي crash cost وادي normal cost ادي normal cost وادي time time after crashing و ادي time بتاع normal activities هنا a و b و c و d و e predecessors كلها ما عادة الايه الايه هو هو يعتبر start هو يعتبر هنا start بتاع هذا project فجاء هنا في project ده بيقولولنا ايه بيقولولنا انه هو additional amount not exceed الايه بقى 2000 pound متزيدش عن 2000 pound وبعدين هنا بيقول suggest هو ممكن يكون في اقتراحات كثيرة بس طبعا انا يعني في الامتحان هنحدد الحاجة اللي احنا نقدر ان احنا نمشي بيه ده عشان example يعني عشان نفهم انما في الامتحان لازم نتحدد عشان الاجابات كلها تكون زي بعض ما يكونش فيه اجابة مختلفة عن التانية يبقى هنا بنقول suggest how this can be accomplished يعني ايه يعني احنا لازم امكانياتي كده و في المشروع يعني والميزانية بتقول ان انا مزودش عن 2000 باونز برغم ان انا اقدر اعمل crashing شايف للأكتيفيتز كلها طبعا لا يمكن ان انا اعمل لكل الاجتيفيتز crashing بعمل لبعضها بخيس يكون تحت condition معين هنا under condition ان انا ما تزيدش عن 2000 اول حاجة بعملها برسم ايه برسم الاكتيفتي اون برسم النيتورك دا جرام ادي الا وينتهي عند الا وينتهي عند الا الا اه ها زي ما انت شايفين كده هنا عندي ادي الا وادي البي ادي هنا اه اسف ادي هنا ادي الا البي قبلها ا والس قبلها ا وهكذا يبقى لما ييجي نرسم هنرسم دا بالشكل دا ادي البي الا وبعدين البي وبعدين الدي وبعدين البي ناحية التانية في المصار التاني الس والا بعد كده الفنش هنا عندي سيفن دايز او زي ما هو مكتوب هنا سيفن تويلف تونتي تو اليفن انسو انا سيفن تويلف اليفن عند الدي وهنا عندي والسي توينتي تو وآدي هنا سيكس ويكس طبعا الباث هو كريتيكال باث لانه هو هنا عندي هنا عندي لو انت جمعت هنا 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 19 19 11 13 30 36 36 36 هنا ده عبارة عن 35 يبقى انا عندي هنا المسار اللي هو الاي ده هو critical path مسار اي ده هو critical path انا عايز اقلل زمن المشروع بشرط ان الفوست ان انا مش هتكلف اكتر من 2000 2000 2000 pounds زي ما احنا شايفين كده هنا النورمال time الكراش time وهنا عندي الكراش cost الكراش cost وهنا عندي النورمال cost هنا الكراش cost اهي الراجل جابها لك هنا 3000 1500 1500 1500 1500 طبعا دي بتكلفني 3000 ومش هقدر ان انا اعمل كراش انجلي ليه بقى لان دي انا 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 لسه بقول ما زيتش عن 2000 جنيه مقطرة المشروع او الميزانية بتقول لي ما اقدرش ان انا ازود عن 2000 جنيه تبقى اذا دي مستبعدة ايه دي مستبعدة ال b 1000 c 500 d 1000 ال اذا انا اقعد اشتغل في دول اقعد اشتغل في دول لو انا جبت اولا اما اخد ال b وال d دول ده ده دي 2000 ال b وال d يا اما اختار مثلا c ال b وال c وال e يا اما اختار c وال d وال e انا مقيد بال 2000 2000 دول اللي مقيد بيهم ولازم امشي علي عشان كده هو قال لك suggest يعني انت دلوقتي بتقترح كمدير او كمانجر بتقول انا اقترح ان انا اعمل كذا وكذا وكذا ايه الاحسن الكلام اللي انا قلته ده مكتوب هن الله عمل ايه كاب ال a وال b وال وقاعد يشوف الحاجات اللي هي ممكن يعمل لها reduction فعنده هنا اتنين خمسميات c وال e فيعمل ايه وعنده c وال e c وال e دول خمسميات فراح مختار e ده مجرد اختيار ممكن واحد تاني كان يختار حاجة تانية يبقى انا اخترت e اخترت e اه e ديت انا هدفع خمسمية في مقابل crash time ده يبقى انا هدفع هنا خمسمية ده المينموم ده المينموم بتاعي دي اول step step دي بتقول لي ان انا ان انا لو عملت crashing ل e معنى كده ان انا هرجع ورا هنا e دي وقع في critical path ووقع في الباث التاني at the same time at the same time يعني الباث ده e موجودة معاه والpath a b d e برضو d e موجودة معاه يبقى انا لما اجي اعمل reduction للtime بتاع e يبقى انا هقلل time بتاع critical path والtime بتاع path اللي هو موجود معاه طيب لما نيجي هنا هو الراجل ده اختار e اختار e انه انزلها one week وغرم 500 جنيه وغرم 500 جنيه او تكلف 500 جنيه اكسترا يبقى يبقى في الثلدية بدأ يحسب e critical path تاني لقى انه 35 و34 ليه لان e وقع في الاثنين فلما ده نقص يوم آسف لما ده نقص one week ده كمان نقص one week بقى عندي ايه بدل مكان الاول بقى و34 يوم يبقى اذا critical path still path number one هو ما زال still critical path ده اول crash عمل هو اختار المينمم ليه لانه مقيد بbudget مقيد بcost معين مقيد بتكلفة معينة يبقى هو كده هنا انا عندي 35 days 35 weeks هو critical path او time of completion او المينمم time اللي اقدر تخلص فيه المشروع هو خلص من ايه خلص من ايه طيب هنجي بقى نشوف هنجي نشوف هو عمل ايه هو عنده ب و c احنا اتفقنا احنا اتفقنا ان هو هنا عندك ال ايه دي مستبعدة خلاص ال ايه دي مستبعدة هو شغال في دول فهو خلص من واحدة لازم يشوف في التانية هيعمل ايه بقى هنا هقدامه بقى حاجة من الاتنين هقدامه حاجة من الاتنين وعنده هنا قادي ال ا وقادي ال b وقادي ال c وال d حياخد ال b حيعمل ال reduction لل b لما ييجي هنا حيعمل ال reduction هنا هو افترض كده يعني اللي هو افترض كده اللي هو خاد ال b ال b دي 1000 pounds فهو عمل ال reduction لل a لل b لما عمل هنا reduction لل b يحصل ايه بقى هو هنا عمل reduction لل b حيقلل critical pass ده يوم حيقلله يوم حيقلله week قاسف حيقلله week لما يقلله week هنا حيقلله week حينزل ل34 هينزل ل34 هو ما لمسش الباث الثاني يعني تلاحظوا الباث الثاني still 34 هو ما لمسش الباث الثاني لأن activity b exists in the critical path only دي موجودة في critical path فهو لما نزل دي one week time reduced by one week يبقى معنى كده انه هو نزل لكام نزل ل34 week خلاص نزل ل34 week معنى كده ايه معنى كده انه هو بقى عندي two critical path two critical path بعد بعد عمل reduction ده يعني هو عمل ال reduction ده يبقى ده حينتهي لاثنين دول حينتهوا مع بعض يعني هيحصل completion the two path at the same time ده كلام سليم كلام سليم كلام سليم تمام تمام انه 34 weeks the time of completion 34 weeks the time of completion يبقى هو هنا عمل العملية دي دي يجي بقى الحركة او الخطوة التالتة قال نروح activity c نروح activity c طبعا ده هو عملها دي دي كده اختياري طب ممكن الواحد يكتفي بالكلام ده يقول لك انا هدفع 1500 وكفاية على جده وانا بقى عندي اتنين critical path لا هو فرض يعني بطريقة الافتراض بتاعته هو افترض انه هو راح لpoint c راح لل activity c اهو راح لل node c c دي بعيد عن critical path اللي احنا قلنا من شوية 34 weeks فحييجي هنا حييجي هنا الراجل ده هراح هو المين بقى هو راح لل activity c ليه بقى لان activity c دي هتكلفه 500 هو لسه عنده كمان 500 يقدر يتحرك في مجال 500 لان هو صرف اصلا 1500 دول اللي هو ايه دول اللي هو صرفهم 1500 فهو لسه قدامه 500 يعني بيقولونه الميزانية تسمح بكمان يعني additional 500 دول نقدر نتفحهم بحيث ان احنا نقلل الزمن بتاع هذا بتاع هذه بتاع هذه activity يبقى هو ايذن هنا او قلل هنا time وصل 34 هو على حسب هنا زي ما احنا شفنا لان نقص ال e ونقص b جي بعد كده اشتغل على c اشتغل على c لما يجي اشتغل على c هنا جي ما شفنا c دي راح منزلها وان وان ويك ونزل 500 واتكلف 500 يبقى معنى كده يبقى الاكسترا amount ال condition ده خلاص هو لازم يوصل لاخر step يبقى ادية last step انه هو يقل دي 500 100 زي ما قلت لك من شوية ده افتراض يعني ده ما هو قانون هو افترض يعني هو جي هنا افترض ايه هو جي هنا هو جي هنا افترض ان هو ثواني هو جي هنا افترض زي ما احنا شايفين جي هنا هو افترض ان هو هيروح على point على النود رقم c او activity c وهيبتدي يعمل هيبتدي يقللها طيب يجي واحد يقول لي طب هو كان ممكن انا هو عنده هنا براح لسه زي ما احنا شايفين كده هو عنده هنا هو براح هو راح هو لا هو نزل ها خلاص وال وال خلاص ده مش اللي دي وال c مش هيقدر يبقى لازم يروح لل c تغصب عنه تحت ال condition اللي هو مكلف بي فراح عشان كده هو راح لل activity c وراح منزل one week يبقى هو كده حسب الميزانية اللي هي given عنده هو قدر ينقص دي بألفين يقدر هو يستغل 2000 انه يعمل crashing لل project يبقى هو كده قلل ال project بتاعه او قلل عمل crashing لل project طيب السؤال بقى السؤال بقى of c reduction او crashing of activity c هل ده will affect completion time تعال نشوف كده طبعا ده مش هيأثر في completion time ده مش هيأثر في completion time ليه لأنه cd بعيد عن مصار time بس هنتظر لما activities التانية تخلص بس أنا هنتظر لأن أنا حتى لو عملت reduction هنا ماشي يجي واحد يقول له جايز من مصلحة المشروع أنه هو يعمل reduction لل c علشان هنا مع e ماشي دي كلها تعتبر تعتبر يعني زي ما قلنا من شوية حسب الناس اللي هم حسب المانجر وحسب الناس اللي هم مشغلين في المشروع هنا عندي زي ما حضراتكم شايفين after crashing يبقى احنا عملنا اول حاجة reduction لل e و b و c ال project completion time 34 weeks وال extra amount required 2000 ده في النهاية في النهاية عندي برضو still two paths still two paths لتنين دون طب يجي واحد يقول لي أنا كنت أقدر أقف هنا عملت اتنين paths لتنين critical ونزلت و و و و و و وعملت هنا reduction ب1000 و هناك ب500 ب1500 كان ممكن كان ممكن زي مؤتلك دي حسب الفرد أو الافتراض اللي هو اللي هو الخاص بالمشروع يبقى أنا هنا عملت الـ reduction تحت شروط معينة طيب هو لو ما كانش حدد الـ constraint ده ده يعتبر constraint يبقى أنا لو ما كانش حدده كنت أقدر أعمل crashing زي ما أنا عايز صح كنت أقدر أعمل crashing زي ما أنا عايز يعني ازاي يعني أقدر أقل للا ايه يعني أنا مثلا عندي أنا عندي هنا زي ما عنا جايفين هنا ال-B وال-D وال-E يبقى أنا عندي ال-B وال-D وال-E أقدر أعمل هنا أقدر أنزل ثلاث أيام وأقدر هنا يومين كمان هم يوم ويوم يعني خمسة أيام يعني أقدر أخلص الـ project ده five days earlier يعني ده maximum خلي بالك من الكلام maximum crashing time ده maximum لأنا أقدر أخلصه في هذه الطريقة طيب يجي واحد يقول لي طب C أنا عندي C وال-D أنا عندي C وال-D ده path زي ما قلنا ده ده ملهاش إلا one day will be three days وال-C only one week يبقى أنا عندي هنا ده C only one week يبقى أنا هنا أقدر كنت أقدر إن أنا لو ال-B ده عملت reduction three days three days لل-B وكنت في حالة دي أقدر إن أنا أعمل reduction لتايم three days يعني أنا عندي هنا لو شفنا هنا هلاقي إن ال-D ليها one day وال-B three days وهنا one day لل-E يبقى أنا لو أنا عملت ال-E وال-D وال-B في الحالة دي هقدر إن أنا أعمل reduction five weeks of the project هقدر أعمل reduction هنا يعني هقدر أعمل reduction وقت يعني محسوس طيب ال-A هنا ال-A واضح بتكلفة ال-A أهيا three thousand كنت كنت أقدر برضو إن أنا أعمل crashing لل-A one هنا one week كنت أقدر أعمل crashing لل-A طيب يبقى أنا المشكلة كنت عندي هنا إيه إن أنا ما كنتش هقدر أعمل ال-D وال-E مع بعض يعني أنا عندي ال-D وال-E مع بعض ال-E لأتنين دول ليه بقى لأن ال-D وال-E دول هم ال-B وال-D آسف ال-B وال-D ال-B وال-D ال-D 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 وهنا one day يبقى أنا عندي هنا إيه يبقى أنا عندي كنت أقدر أعمل كده يبقى crashing ده أقدر أعمله بأكثر من طريقة حسب ال-Data given حسب ال-Data given أقدر أعمل crashing بحيث يكون عندي two critical parts أوكي أقدر أعمل crashing بحيث إن أنا أحصل على maximum reduction of completion time أنا أقدر أخذ أقصى reduction of completion time of the project أقدر أعمله إذا أنا مشيت على المصار ده وقدرت إن أنا أعمل crashing هنا عشان كده هو هنا حدد لك حدد لك ال- time حدد لك هو المبلغ وحدد لك الطريقة أو هو اقترح هذه الطريقة هو مش بسكة معينة بحيث إنه هو وصل في النهاية إن أنا عندي two paths 34 و33 عندي additional cost 2000 وهو كده اكتفى وقال لك كده خلاص عملنا stop ماشي طبعا لو واحد تاني اختار لو واحد تاني اختار أو خد يعني خد هنا 1000 دي وال1000 دي أقول صح برض أنا كان ممكن نسيبك تختار بس لو كان الامتحان عادي ما هو موسي كم ممكن نسيبك أنت هتقترح واشوف اقتراحك إيه واشوف التفكير ازاي لكن لكن الامتحان عشان mcq فلازم يكون لايه لازم يكون الاجابات يعني كلها طلع برقم معين ده موضوع الكراشي ده موضوع الكراشي تخلي بالك كويس طبعا أنا لازم يعني هديك مصار أنت تشتغل فيه زي ما قلت من شوية مش هسيبك يعني كده هديك مصار تشتغل فيه يبقى هو هنا قدر يعمل كراشين وقدر يتصرف هذه التصرفات أحد عنده عنده أي سؤال ده قلتها لكم بالتفصيل يعني الاجابات ده مهم وحضراتكم بدأ يعني تراجعوه بعد المحاضر عنده أي استفسار اللي عنده أي سؤال أو أي حاجة يقدر أنه يعني بسطنا العملية وأخدنا ال ال نتورك دا جرام أنا ديتكم نوع واحد بس من النتورك دا جرام فيه حاجات تانية موجودة كنا نقدر نحطها معانا بس احنا ايه هنكتفي بهذا بس حضراتكم يعني ايه ياريت يعني تذكروا ال ال المحاضرات والشيط مع المؤدين يعني الشيط مهم ومع حلول المؤدين وال في المحاضر وتخلي بالك أنه يعني ممكن تعتقد أنه دا يعني مثلا ممكن أجيب لك حاجة زي كده تعتقد أنها بالضبط اللي في المحاضر بس هي مش في المحاضر يعني فيها اختلاق واخد بالك يعني تخلي بالك من الفرج لازم تقرأها كويس وتشوفها وتشوف هو مطلوب ايه وتشوف تعرف ازاي تحصل على الإجابة الصحية حد حد هل حد عنده أي استفسار شباب يعني أنا حاولت تجيكم نتورك دياجرام بطريقة مبسطة بعدنا عن الأنواع الأخرى فيه لألمكم تلت حاجات تانين يعني تري تايب تانين كان ممكن ناخدهم بس احنا ايه ما خدناهم اه كده احنا خلصنا الجزء ده لو حد عنده اي حاجة يقدر يتناقش قبل ما نبتدي الكوستشانير دكتور هو ان شاء الله الفينال كم سؤال اه والله كم سؤال دي انا مش عارف حتى هذه اللحظة كويس اه انا سألت قبل كده انت قلتولي عايزين ومس كيو مش كده صح ولا انا غلطان لا صح حصل حصل اه انا كان لها اتجاه الترم ده اجيبه عادي يعني لكن طبعا يعني كده عايزين ومس كيو ماشي لماشي الامس كيو فيش مشكلة عنها بس حكاية كامس وقال دي ما اقدرش ما اقدرش ان انا اقول لانه ممكن كويس بس في حاجة مهمة لازم الكل يعرفها انه يعني فيه سؤال يتحل في عشرة ثواني وفيه سؤال يتحل في دقيقة في سؤال يتحل في فهي بتضرب بعضها يعني لو جبنا عدد معين من الاسئلة يعني بتضرب يعني بحيث انه انا هتحلهم اللي هو بتاع الامتحان خلاص مش مهم عدد الاسئلة المهم نوعية الاسئلة مهم نوعية الاسئلة بتيجي ازاي يعني زي ما قلتلكم قبل كده فيه يا سؤال انا عارف ان 100% من الطلب هتجوم ده مفروغ منها يعني ده لازم يكون موضوع وممكن يكون موجود سؤال 70% هيجوم خلاص ممكن يكون فيه سؤال 50% ممكن يكون فيه سؤال only 20% من الطلب هم اللي هيجاوبوه يعني مثلا يعني اللي هم يذكروا شوية زيادة وتعبوا فهم اللي اللي عمل فماشي النظام ده يعني اعتقد ان هو نظام عادل يعني هش عادي ايضا شباب كده خلاص تماما دكتور اه دلوقتي احنا هن اشتركوا في القناة